يا شباب عاملين ايه خالد معاكم فيديو جديد من دي جوتيوب في الفيديو ده ان شاء الله هشرح لك ايه هي احسن الاعدادات للجويستيك للدراع يعني وللكاميرا علشان تقدر تلعب زي المحترفين وخصوصا بعد ما القوائم اتغيرت في افسي اربعة وعشرين فتعال بينا يلا نشوف ولو اول مرة تشوفني لايك وسبسكرايب وشير ويلا نخش على الفيديو. يلا لو بسم الله الرحمن الرحيم وزي ما انت شايف كده يا معلم القايمة اختلفت تماما وبقت بالطريقة دي بقت افقية ما بقيتش عرضية زي الاول وزي ما انت شايف كل دي الحاجات الموجودة في اللعبة عندك فيها الكارير بلاير وفيها كارير كمان والكيك اوف اللي هي فيها اللعب العادي اللي هتلعبه انت وصاحبك والالتيم والبرو كلاب وكل الحاجات دي كلها بس عشان تجيب الاعدادات ما بقيتش موجودة في وسط الحاجات دي زي الاول فانت هتطلع فوق كده او بالاتجاهات اللي هي دي هتطلع بيها لحد فوق كده وهتخش بيها يمين فهتطلع فوق عند اللي هو ده اللي هو الاعدادات وهتدوس عليه كده عشان تخش على اعدادات الجيم او اعدادات اللعبة واول حاجة ستخش على اللي هيا الاعدادات ففي عندك كل الاول بنخش على اللي هو اول واحدة دي علشان نزبط الجيم بتاع الجي بلاي مود فكلة بندوس عليها كده كان بيتدع لنا طلعة قوائم في الف Dame تتا وعشرين اول واحدة فيهم اللي هي اللي هي فيها ان انت بتعمل الدفاع يعني بتعملو تاكتيكي ولا تقليدي ولا ايه بالزبط وتستطيع تزبط بقى ايه والحاجات دي كلها فهنا زي ما انت شايف شلوها من التحكم من اعدادات التحكم وخلوها صفحتين بس اللي هي اللي هي بتزبط فيها بقى انت بترفع بايه وبتشوت بايه وبتتحرك بايه سواء بالانالوج بالستيك يعني او بتتحرك الاتجاهات اللي هي الصليبة دي يعني لكن ما بقاش فيها هنا وبقوا حطينا فين بقى يا معلم بقوا حطينا في الجيم سيتنج فاول حاجة في الجيم سيتنج بعد يعني كان الاول بتبتدي من الماتش والكاميرا والروولز والحاجات دي كلها دلوقتي حطيلك فيها كمان الجيم بلاي فالجيم بلاي اول حاجة انت هتعمل دي هي بتبقى انت هتعملها علشان تبتدي تعمل فيها تغييرات اللي هو انت هتغير فيها في يعني فاول حاجة فانت اعملها ان هو هيسعبك في التزديدة لو انت مسلا اللاعب بيبقى مسلا مايل شوية او مضغوط عليه وعايز يشوت والشوت هتطلع كويسة فهو هيساعدك فيها ان يطلع كويسة والاسستد هيدر برضو لازم تعملها هيسعبك هيساعد لعيب بتاعك ان هو يحط الهيد احسن بتاعه اعلى اتجاهه هيكون اصح فعندك كمان خليها هتخليها برضو اه انا شايف ان انت مفهود في اول اللاعب بقى تبتدي تعملها قلني يا معلم علشان تبتدي تتضرب عليها لان ده كل اللاعب المحترف يبتلعب به وهو يعني ده بيساعدك في ان انت لو زبطته على اخدر وانت جاي تشوت وانت جاي تشوت ما بتدوس شوتة بتدوس شوتة تانية بعدها على طول فلو زبطت الاعدادات بتاعته او خليت بتاعها او الدكة بتاعتها بتكون عادية جدا وبتروح في الجنب بنسبة تسعين في المية تمام فانا عايزك تتضرب عليه فحاول تعمله وتبتدي تتضرب عليه لو مش بتعرف تلعب به فخليه اف عادي جدا خليها طبعا برضو هي خليها برضو كل البسات دي خليها إلا واحدة بس لو انت فعلا لاعيب قوي في موضوع بتعمل اللوب باس اللي هو بتعمل بالالوان مع بتعمله كويس جدا لو بتعرف تزبطه كويس فخليه لو انت بتعرف تزبطه كويس غير كده عايز الكمبيوتر يساعدك او الزكاة الاصطناعي بتاع اللاعب يساعدك فخليها أنا عن نفسي بخليها نيجي بعد كده حاجة من الاهم الحاجات اللي هي فدي لازم تعملها دي معناها ايه معناها ان اللاعب اما بيجي مسلا يعمل باس او يعمل شوت او اي حاجة وانت مسلا مدي اتجاه للاعب معين ومحتاج تغير الاتجاه ده فجأة لان اللاعب مسلا جيه اللاعب القسم جيه هيقطع عليك المساح اللي هتباصي فيها وعايز تنقل بسرعة الباسة تروح لاتجاه تاني فهنا اللوك ده بيعمل ايه لو انت عامله مسلا اه أو اول ما بيدوسه عن هو بيعمل لك على الاتجاه اللي انت هتباصي فيه او عتشوت فيه كرة بتروح فيه خلاص مش هينفع تغيرها لو عملتها اول ما اللاعب يعمل او يعمل حركة بتاعة الباسة برضو هيعمل على الاتجاه ومشي ه Saltgتравة بتغيرها لكن لو عملتها لايه زي كل الناس المحترمة بتعملها لايه لو عملتها لايه فتقدر تغير اتجاه الباسة لحد اخر ثانية قبل ما اللاعب يلمس الكرة تخرج من رجله تقدر تغير اتجاه الباصة او اتجاه الشوتة او اتجاه الرفعة في جزء من الثانية قبل ما تطلع من رجله. ودي لازم تخليها ليت عشان هتساعدك كتير اوي لو انت جايد باص مسلا ولاقيت حد بيقفل عليك وعيز تغير بسرعة فتلحق تغير اتجاه الباصة بتاعك. تمام? نيجي بعد ودي حاجة جديدة اللي هي حساسية يعني فدي حاجة جديدة انا شايف ان احن نخليها في الاول كده لحد ما نبتدي نتعاود عليها ونشوف وبعد كده ممكن نعمل فيها ايه? نيجي بعد كده للحاجات الدفاعية فعندك اول حاجة لازم تخليها هيساعدك في تشتيت اللعبة يعني او تنظيف المنطقة لازم تخليها يعني هيخليها موجهة او ما تطلع من رجل اللعبة تبقى موجهة راحة لحد معين ما تبقاش عشوائية راحة في اي حتة لما تيجي تعمل طبعا ما تخليهوش انت ومزاجك بقى يعني في ناس هو في عندك حاجتين بس هيبقوا موجودين اللي هي ولا هي دول بس اللي هيبقوا موجودين في اما بالنسبة دي موجودة بس في انت وصحابك يعني بتلعبوا فممكن تخليها دي اللي هي عادية اللي انت بتعمل على علشان يبتدي يعمل يجري ولا اللعب ويبتدي يحاول يقطعها يعمل تاكل هو الوحده اما بالنسبة فهو السنة دي معتمد تماما على زرار عندك سواء هو المربع او الدايرة على حسب انت عامل انا زرار في دول فهو يبقى عامل آآ من نفسه هو هيبتدي يعمل يعني انت وانت داخل هو الوحده هيختار انت عايز تعمل ايه سواء يتزحلق مسلا يعمل زحلق او يعمل يقطعها فهو الكمبيوتر هو اللي هيختار لوحده الحاجة المفروض يعملها فانا شايف ان احنا نعمل الجديدة دي اللي هي لان دي هتبقى انت مديك كل التحكم في الدفاع سواء عايز تعمل عايز تعمل آآ آآ عايز تعمل اي حاجة فهو هيبقى مديك كل التحكم مش هيبقى حاطط للكمبيوتر او للاي اي 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 تحكم معاك فانا شايفها ان احنا نبتديها دي نيجي بقى للباس بلوك اسستنس فدي هنخليها قن طبعا لان دي بيتساعدك الاي اي اي بتاع الكمبيوتر بتاع البلاي ستيشن بيساعدك ان انت تقطع تمريرات او تعمل بلوك لتمريرات بتاعة الخصم ان هو يخلي اللاعية بتاعتك تحاول تعمل بلوك لتمريرات الخصم لوحدها فدايما بنخليها نيجي بقى اللي هو آآ تبديل العلمة من على لاعب للاعب فاول واحدة اللي هي دي دايما نخليها في الكورة الحيادية او الكورة الهوائية يعني هي آآ دي دايما تخليها بالطريقة دي اللي هي نيجي بقى ودي ممكن تخليها او هي منها اللي هو لا يوجد او منخفض او عالي ايه الفرق ما بينهم تعال اشرح لكده بسرعة ايه الفرق ما بينهم اول حاجة دي اول ما تعمل على اللاعب هيبقى واقف مكان وهو بيستلم الكورة مش هيبقى بيتحرك او هياخد خطوة او حاجة لا هياخد الكورة وهو في مكانه. بالنسبة لله هيبتدي وانت بتدير الاشارة هياخد خطوة قبل ما يستجيب ليك يعني قبل ما يستجيب لرد فعلك هيبقى بياخد خطوة زيادة. لكن الهاي دي اول ما هتديره الاشارة هتلاقي بياخد خطوتين تلاتة لقدام. فانا ما بحبش الهاي لان الكورة ممكن تتقطع منه وفي نفس الوقت ما بحبش يعني اسلوب لعب ما بحبش اللي هي مفيش خالص لان هو بياخد اول ما بياخد الامر بيقف مكانه ما بيكملش جارية او اي حاجة. فبحب اللو لان هي متوسطة فهو بياخد الاشارة لما بتعلم الاشارة عليه بياخد خطوة يعني بيبقى لسه بس ان عنده خطوة بياخدها وعبار ما الكرة تجيله او اول ما الاشارة بتيجي بياخد خطوة لحد ما يستجيب بتاعك لحد ما يستجيب للتحكم فيه. فده بالنسبة لي انا احسن خيار اللي هو اللو. نيجي بقى اللي هو بتعمل بدلا ما تعمله بالالوان هتعمله بالار اللي هو ده اللي هو ده بتاع المهارات فحتعمل بي ايه ده بتعمل بيه ساعات يعني مسلا لو انت عليك هجمة مسلا والخط الدفاع هو اللي عليه العلامة فانت عايز ترجحها لخط الوسط فبتعمل بدك الكاية بتعمل المهارة اللي هو ده اللي هو بتعمل بيه الكاية الورا او في الكاية الورا فبيرجع الاشارة للعب اللي قبله في خط الوسط لكن لو عايز ترجحها كمان لخط الهجوم تجيب لعب من المهجوم فبتدوس مرة كمان او تعمل كليك كاية كمان. فبيغير الاشارة على اللاعب اللي قبله كمان من خط الهجوم. فانا بعملها دايما كلاسيك لان هي دي الطريقة اللي انا بقول لك عليها اللي هو تغير اشارة الاولى بعد كده التانية. لكن هو بيغيرها على اقرب لاعب ل الكرة رايحاله او اقرب لاعب فانا مش شايفها حلوة لكن انا مسلا ممكن اعمل اه اللي هو فيجيب لي لو انا عملها اضبطة يجيب لي لاعب تاني من الدفاع وانا عايز كده انا عايز دايما يبقى اللي هو مسلا انا عايزا من الدفاع لخط الوسط اجيب لاعب تاني من خط الوسط وانا عليها هجمة فاروح دايس كليك كاية فيجيب لي اللي قابله ادوس كليك كمان يجيب لي اللي قابله ودي الطريقة بالنسبة لي احسن ان انا خليها كلاسيك زي ما احنا متعودين عليها من اول ما فيفا بدأت تمام نيجي بعد كده لرايت ستك سويتشنج فدي دايما خليها تبقى على صلة باللاعب يعني اما تيجي تعمل آآ اما تيجي تعمل اللي هو ده اما تيجي تعمل سويتش بيه او تبديل ما بين لاعب اللاعب فحيبقى يجيب اللاعب مسلا اللي هو من خط الوسط الاقرب اللاعب اللي معك كورة مش الاقرب للكورة تمام? الاقرب لللاعب يعني مسلا لو الكورة متبصية فهو هيجيب الاقرب اللاعب اللي هناك قبل ما الكورة تروح له اصلا. لكن مش ما تخلقاش بول ريليتف بول ريليتف هو بيبقى متعلق بالكورة. الكورة فين? وهيروح ايه? التغيير هيروح للكورة. مش اللاعب دي بتحصل صعاد فيها ان الكورة تبقى في الهوى. فالاستيك انت مسلا انت عايز تجيب اللاعب اللي جنب اللاعب ده فبتيجي تعملها فالكورة تبقى في الهوى في حتة تانية فيروح الاشارة على لاعب تاني خالص. فانا يعني بخليها الحساسية بتاعته فانا شايف ان انت تخليها ستة انا جربتها على ستة وكانت كويسة جدا. اه خليها برضو كلاسيك. تمام? اه نيجي اه ودي برضو انا شايف ان انت لازم تتضرب عليها زي كده. حاول تخليها اللي ما يعرفش عن ايه اللي هي بالزبط كده انت مش بتشوف لعيبة ساعدة تيجي تلعبك تلاقي فيه اتنين لعيبة عليهم العلامة. واحد اه هو بيتحكم فيه والتاني بيتجريه. هي نفس الكلام دي. دي معناها ايه? ان انت بتيبقى معك الكورة مثلا وتدوس ارت ري والتري اللي هما الاتنين دول تدوس عليهم من تحت كده. بيعمل للعب اللي معك الكورة يعني بيخليه ماشي في مصاره. وانت بتتحرك لاعب تاني. الاشراب تروح للاعب تاني غير اللي معك الكورة بتتحركه في مساحة تانية عشان تبصيله باللاعب اللي معه الكورة. تمام? فدي حاجة مهمة جدا حاول تتضرب عليها. مهمة جدا. هعمل لكم فيديو كامل عن طريقة ازاي تعملها وتتضرب عليها. لانها مهمة جدا وانت قدم بدأت اربعة وعشرين من اولها كده. فحاول تتعلمها عشان هتفرق معك كتير قوي في اللعب. تمام? نيجي بقى ودي حاجة جديدة برضو دايما خليها ودي بتبقى حلوة في حالة الكورنرات بالذات لما تكون عندك كورنر ومحتاج لاعب اه من الدفاع يكون بيأمن الدفاع عندك ما يكونش متقدم معهم. فبتدوس على مرة واحدة تحت كده. فبيطلع لك قائمة فيها اربع لعيبة من الدفاع تختار منهم واحد عشان يبقى هو اللي بيأمن الدفاع بتاعك. فدايما دي تخليها نيجي بقى واول حاجة دي تخليها اوف يا معلم لان دي بتخلي اللاعب يحط بتاعه ولا ايه? ايه يحط بتاعه هو بيعمل فهتلاقي بياخد حتة زيادة كده وانا مش محتاجها بصراحة انا محتاج ان انا هتحكم كليا في اللاعب. تاني حاجة ودي حاجة جديدة لسه نزلة. دي عبارة عن ايه بقى دي عبارة عن انها بتعمل حوالين الكورة من غير ما يلمسها. اللاعب يقعد يتنطط ويحوم حوالين الكورة من غير ما يلمسها. عشان تعملها دي ازاي بقى? عشان حلوك طبعا فيديو عنها كامل. وازاي تعملها بس عشان تعملها بتدوس مع الاتنين مع بعض وتبتدي تحرك اللاعب يبتدي يتحرك حوالين الكورة من غير ما يلمسها. تمام? فنيجي بعد كده لجول كيبر بخليها سيمي. نيجي ان ده ان انت بتتحكم في سرعة اللاعب من زرار السرعة كل ما تضغط عليه اكتر كل ما اللاعب يجري اسرع فانا مش محتاج كده انا محتاج ان انا اول ما دوس على زرار السرعة هو يجيب اقصى سرعة مش محتاج ان انا اما دوس بالراحة يبقى هو بيجري بالراحة ادوس جامد يجري اسرع لا انا محتاج اول ما دوس على زرار السرعة يجري على طول يمطلق فانا مش بحب موضوع ده خالص طبعا التجر والحاجات دي كلها اللي هي بتاعت وتأسيرات في الدراعة. انا بقفلها كلها لان انها مش محتاجة ده كله في الماتش. نيجي بقى لاعدادات الكاميرا وده مهمة جدا. انا اول حاجة اعدادات الكاميرا بتاعتي بعملها اول واحدة اللي هي سنجل آآ كاميرا والمالتي بلاير كاميرا كلهم بالطريقة دي. بس ده بخليه وبخلي بتاعها اللي عليها بتاعها عشرين والزوم صفر ده اعداداتي للآآ الكاميرا عمتا هي دي الاعادات اللي انا بلعب بيها في الكاميرا. اللي بقى كله ما بعملش في اي حاجة بس بقى جي على زوم بعملها اوف يعني هي جي عن ما يعملش زوم عليه بخليها كده عادية جدا. والحاجات دي كلها ما بجيش جنبيها. انا اهم حاجة عندي والزوم ده بيبقى عشرين وده صفر. وهي كلها ودي احسن اعدادات للكاميرا جربها هتعجبك جدا وهتحس الفرق وانت بتلعب. آآ وده كان فيديو النهاردة احسن اعدادات للجويستيك وللكاميرا. لو اول ما اتشوفني انا معلم لايك وسبسكرايب وشير واستناني بقى الفيديو الجاي عشان هعمل لك فيديو عن شرح الفوتيج شامبيونز والرايفلز من الاول للاخر. السلام.